مشروع مستشفى الثاني من ديسمبر في مدينة المخى بالساحل الغربي مشروع دأب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإنشائه خدمة لليمنيين في رسالتها التنموية والإنسانية السامية في البلاد هذا المنجز الضخم سيكون له دور محوري حيث سيخدم كافة أبناء المديريات في الساحل الغربي مدنيين وعسكريين ويعد أكثر الإنجازات نوعية في مدينة المخى الساحلية وسيسهم في مساعدة المواطنين وتقديم خدمات صحية مجانية متميزة وبعد تعينه نائبا لمجلس القيادة الرئاسي قام العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بزيارة مدنية للإطلاع على سير العمل في إنشاء مشروع مستشفى الثاني من ديسمبر بمدينة المخى واستمع العميد طارق من مدير دائرة الخدمات الطبية للمقاومة الطبية الدكتور طارق العزاني على التحضيرات النهائية لافتتاح المستشفى الذي أنشئ بدعم من دولة الإمارات وأطلع العميد طارق صالح على شرح مفصل عما تم إنجازه من أقسام المستشفى الذي يتكون من قسم الطوارئ والعيادات والعمليات الصغرى والأشعة والرقود والعناية المركزة والمختبرات وبنك الدم والتعقيم وتم تجهيزه وفق أحدث المواصفات الإنشائية والفنية وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية وخلال هذه الزيارة المهمة حث العميد الركنطارق صالح إدارة المستشفى والشركة المنفذة للمشروع على رفع وتيرة العمل وثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في إقامة مشاريع التعليم والصحة والكهرباء والمياه والتي تعكس مواقفها الداعمة لليمن واليمنيين في مختلف المراحل والظروف